ذكرى وفاة أول كاهن أرسوزوكسي محكوم عليه بالإعدام ذكرى وفاة القصة البطل مرقص عزيز هذا الإنسان الذي عرفته عن قرب اختلفنا واتفقنا لكننا لم نفقد التواصل حتى لحظاته الأخيرة وكنت على تواصل مع ابنته إلى عهد قريب لكني فقدت التليفون بتاعها من هو مرقص عزيز؟ مرقص عزيز توفي في مثل هذا اليوم من خمس سنوات في الحقيقة اللي عرفني حد من أصدقائي قال لي أبونا مرقص تنيح اليوم حزنت على هذا الرجل الذي مات أو تنيح بصمت رحل عنا بصمت دون ضرجة أو جلبة أو ضوضاء مع أنه كان مسؤولا عن كثير من الضوضاء وعن كثير من الأحداث أبونا مرقص عزيز عرفت عن قرب وخدمت معه بعض الحلقات وكان صديقا مقربا وكان أبا عظيما أشهد أنه عاش بشرف عاش فقيرا ومات فقيرا أشهد أنه لم يلتوي ولم يتزعزح عن موقفه أبدا أشهد أنه عندما حكم عليه بالإعدام في مصر وتجريده من الجنسية المصرية فرح وتهلل وقال جنسية السماء أنا مش من هنا أنا من مكان تاني أنا من وطن تاني وطني هو السماء وأريضا ابتعد عنه الجميع لو أحد محكم عليه بالإعدام أنت عارف الخوف بتاعنا ابتعد عنه الجميع وخافه يعني محد الجاره حتى يعترض محد الجاره يقول يعني إيه كان اتهموه بالفيلم الموسيقى للرسول اللي طلع والتوم بأقباط المعجر بأنهم طلع الفيلم ده سنة 2012 والتوم فيه أقباط المعجر معين أقباط المعجر ما بيعملوش حاجة ما بيعملوش حاجة سداني ما بيعملوش حاجة يا أعلم ربنا ما بيعملوش حاجة أقباط المعجر يا بيانات شجب ده إذا يعني على استحياء ما بيعملوش حاجة في حالهم الناس مسالمين لكن مرقص عزيز رفض أن يسكد وفي عز مجد السيسي والكنيسة وقفة مع السيسي قال لهم لا السيسي أسوأ رئيس أنا آسف أن أقول الكلام ده بس الرجل ده يستهق مننا كل تحية كل تقدير كل احترام يستهق مننا والغريب النهار ده أيضا يصادف يصادف استشهاد القديس مرقص الرسول وأنا استأذنت الدكتور الشوئي أن أنا أخذ منه البس ده يعني في نفس اليوم ده استشهد القديس مرقص الرسول اللي في نفس اليوم ده تنيح أبونا مرقص عزيز البطل الذي الآن يصلي لأجلنا في السماع أنا حبيت بس أقول لكم أني كل من يعمل حاجة إحنا لن ننسى ده بطل من أبطال كنستنا ده بطل ولازم يعني نترحم عليه ونطلب منه فعلا يصلي لأجلنا وأطلب منكم تفتكروه يعني من ذكرى واحد وراح لا خلينا فكريني الناس دي لأنها نادرة الآن الناس اللي بتتكلم دي نادرة خاصة وهم بيرتدون الجلبية السودة المحترمة المقدسة التي نحترمها جميعاً نعيش اليوم لحظات مع ذكرى أبونا القمص مرقص عزيز أشكركم حبيبي سلام رب المجد أكون معكم شكراً للمشاهدة